رغم الإعاقة والفقر والمرض إلا أنها لم تمنع كمال هواري ابن مدينة الجلفة من تأدي يد وجبه الانتخاب بكل عزيمة وفخر فكمال المريض بالداء السكري ويقطن في هذا الكوخ بحي الزرعة قرر الخروج والإدلاء بصوته كمال رد بقوة على دعاة المقاطعة وقال أن الجزائر فوق كل اعتبار يعيش كمال وضعا مزريا جدا لكن حب الجزائر جعله يقاول مرض والإعاقة وتوجه لمركز الاقتراع من أجل اختيار من يراه مناسبا كمال وأمثاله كثير لم تمنعهم المشاكل الاجتماعية والصحية من أداء واجبهم الانتخاب وهو رد صريح على دعاة المقاطعة الذين ينشرون اليأس وسط الشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر